اهلا بكم من جديد مشاهدين الاكارم بعد اجازة طويلة امتدت خلال شهر رمضان وايضا خلال شهر العيد افتقدكم هذا البرنامج وافتقد ايضا لمشاركاتكم وارائكم حول المواضيع المختلفة التي نعيشها يوميا عاد اذا البرنامج مجددا وستعود باذن الله ايضا ارائكم ومشاركاتكم فيه حول كثير من القضايا التي نتناولها يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي كنوا معنا في كل مرة وفي كل حلقة وفي كل اسبوع نتحدث فيها عن مواضيع مختلفة اليوم مشاهدين الاكارم لدينا موضوع هام وشيق ويحتاج ايضا الى الحديث الطويل عنه في حقيقة الامر نتناوله ونتحدث عنه بعد قليل ترجمة نانسي قنقر هذا الاسبوع زرنا منخفض جوي ويا لها من زيارة زيارة متآخرة بمناسبة العيد توقع معها الناس بأن يحمل لهم أمطارا خفيفة تشرح قلوب المزارعين وتلطف لهم جو الصيف خاصة في المحافظات الساحلية كالحديدة وحضرموت لكنه جاء بأقوى عنفوانة لتهطل أمطار غزيرة على عدة محافظات كعضن ولحجوة تعز وحضرموت تاركا خلفه ضحايا من سكان تلك المحافظات وأيضا أضرارا في الممتلكات مثلا شاهدوا جانبا من مدينة عدن بعد أن غمرتها مياه الأمطار سيارة يلا الله مشينا يلا 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 المي دخل المحلات دخل المحلات المي المي للمحلات هذا هو وضع الآن في المعلّة بارق ورعت يام سهل يام سهل يام سهل إذن كما رأيتم هذه الأمطار تسببت بأضرار عديدة منها انهيارة لبعض المنازل وقطع للطرقات وانقطاع للتيار الكهربائي وإتلاف مساكن وخيام وغذاء ونزوح أكثر من ثلاثة آلاف أسرة في أربع محافظات وهي الآن تعيش حاليا أوضاعا إنسانية بالغة السؤوء ولمواجهة هذه الكارثة أصدر الرئيس هادي بإنشاء ميزانية لمواجهة تداعيات كما أعلن التحالف إنشاء جسر جوي لإغاثة المتضررين بغض النظر إن كانت الحكومة أو التحالف استجابوا لمواجهة الأضرار الذي خلفتها الأمطار الغزيرة وإن كانت موجودة على الواقع أو فقط في الإعلام لكن السكان يقولون من باب أولى كان يجب إصلاح البنى التحتية لتصريف مياه الأمطار وتجنب مثل هذه الكوارث إن كانت الحكومة تسمع أو تعي لكن لا حياة لمن تنادي في هذه الحلقة دعونا نضع عليكم هذا السؤال ونسمع أرائكم وانتقاداتكم أو حتى إشاداتكم حول ما جرع هل ترون بأن الحكومة والتحالف استجابت بشكل مباشر وسريع لمواجهة الأضرار التي تسببت بها الأمطار الغزيرة أم أنها قصرت ونريد أن نعرف منكم أيضا سواء من المحافظات المنكوبة أو من من جاءتها أمطار خفيفة كيف كان هطول الأمطار في محافظاتكم ومدنكم وقوراكم يمكنكم المشاركة معنا في هذا الموضوع عبر الأرقام التي ستظهر على شاشة اتباع ترجمة نانسي قنقر في البداية أريد أن أنوه أنه يوجد الآن لدينا بث مباشرا على موقعنا على الفيسبوك وبإمكانكم مشاهدين الكرام من يريد التفاعل والتعليق بأي آراء أو تعليقات يريد أن يقدمها أن يبادر مباشرة وسنناقشها على الهواء مباشرة في البداية قبل أن نخوض في المنشورات التي تناولت هذا الموضوع الهم والخطير أيضا دعونا نستعرض بعض اللقطات والفيديوهات القادمة من المحافظات المنكوبة وكيف هطل عليه الأمطار وما هي الأضرار التي نتجت عن ذلك دعونا نشاهد إذن مشاهدين كما ترون الآن هذه بعض اللقطات والفيديوهات التي تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وهي بالعادة من عدن ولحج وتعز وحضر موت حتى في الحديدة هطلت أمطار لكن بطبيعة الحال لم تكن غزيرة إلى تلك الدرجة حتى أن المواطنين قالوا هناك بأنهم كانوا فعلا بالتضارة لهذه الأمطار لكن في هذه الصورة التي تشاهدونها الآن وتقريبا تكون من كريتر أو بعض المديريات في عدن ترون كيف دخلت مياه الأمطار إلى بعض المنازل الخطير أيضا بأن هذه المياه التي غمرت المدينة اختلطت ببعض مياه الصرف الصحي والتي قد تشكل خطرا على سكان هناك مع سمرارها على هذا الحال وأيضا المخاوف من أن تنتشر الأمراض والأوبئة كالتفؤيد والملاريا وغيرها وقد شهدنا موجات من انتشار مرض حم الضناك وأيضا الكوليرا بسبب مثل هذه الأسباب أن يكون هناك مياه راكدة ويأتي البعوض لينشر هذا المرض وهذا الوباء إذن هناك تخوفات فعلا من أن يستمر الوضع على أحاله كما أن هناك مطالبات بضرورة الاستجابة السريعة من الحكومة ومن التحالف العربي أيضا دعم للحكومة الذي يجب أن نعرف بأن الحكومة ليست لديها الإمكانية الكبيرة لذلك وبحكم أن التحالف تدخل في اليمن لأغراض عسكرية فهو أيضا يتحمل نتائج ما يجري في البلاد اقتصاديا أو ما إلى ذلك وأن يقدم المساعدة للسكان الذين تضرروا نتيجة هذه الأمطار الغزيرة إذن مشاهدين للحديث عن هذه الكارثة التي حلت على بعض المحافظات نستطيع أن نقول دعونا نستمع ونشاهد ونسعرض أيضا بعض المشاركات التي وردتنا بداية على تطبيق الواتساب والبداية من سارة من البيضاء تقول لطالما تحولت هذه النعمة وهي نزول المطر إلى نقمة بسبب الإهمال وعدم التنظيم وأصبح خوف الناس من هذه النعمة بقدر احتياجهم لها ولا أعتقد أننا سنحمل هذه النعمة العظيمة مسؤولية بعض ما يلحق بالناس من أذى بسبب إهمال الجهات المختصة التي لم تهتم ونحن بخير فستهتم ونحن بها كذا حال نسأل الله أن تكون أمطار خير على الوطن والمواطنين جميعا إذن سارة لا تلقي باللوم على الأمطار الغزيرة التي هطلت وإنما تلقي باللوم على الحكومة التي لم تستعد لمثل هذه الأمطار حيث لا توجد مصاريف لمياه الأمطار كان يمكن أن تخفف هذه الكارثة أما حنين اليافعي فتقول السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير وطاقم العمل بألف خير يا رب شكرا حنين إذن ماذا تقولين حنين تقول حنين بالنسبة لموضوع الأمطار في عدن كثير من المناطق تضررت منها كريتر والبريقة والمنصورة تأثرت كثير من بيوت المواطنين حتى اضطر بعضهم للمكوث في الفنادق بسبب تلافي أثاثهم المنزلية طلب الكثير من الإغاثة ولكن للأسف لا حية لمن تنادي إذن ربما هذا هو الحال الذي تشرحه لنا حنين مع الحديث أيضا أن هناك حديث عن مبادرات تقوم بها الحكومة اليمنية وعن استجابة سريعة تقوم بها الحكومة اليمنية وإذن تحالف لمعالجة أثار هذه المياه أو مياه الأمطار أما الإعلام السالم أبا حميش فيقول بالنسبة لهطول الأمطار على محافظتنا حضر موت مديرية الشحر كانت أمطارا غزيرة أما بالنسبة للحكومة والتحالف لا لم تساجب بشكل سريع لمواجهة الأضرار التي سببتها الأمطار ولم نشهد من قبل أبدا ظهورا للحكومة أو التحالف في مديرية الشحر التي أهملت من الحكومة والتحالف إذن أيضا حضر موت تعاني من ذات الكارثة بالنسبة أيضا لخالد سعيد الحاتمي فيقول لله الحمد والمنا مدينة الحالمة وقرية الغالية عناية السماء ترعاهما دوما في الأسبوع الماضي كانت الأمطار غزيرة وكانت تستمر لساعات متواصلة ولم تحدث أي أضرار وهذا من فضل الله لأنه أعلم بما تعانيه محافظة تعز من الألم والحصار ولن يحملها فوق طاقتها نسأل الله سلامة للجميع ونسأله أن يحفظ البلاد والعباد مشاركة أخرى وردت عبر الوساب أيضا من سامي الوصابي فيقول احنا بتعز خدير أمطار كانت غزيرة وكان في أضرار لكن احتياجنا للمطر أنسانا الألم لربما أيضا سامي من ذات المحافظة يقول أن هناك بعض الأمطار نزلت على المدينة وتسببت بأضرار خفيفة أيضا خالد الذي كان علقا قبل ذلك أما ميادة الحمادي فتقول أهلا فيكم من جديد أهلا ميادة الأمطار على محافظة الحديدة خفيفة لطيفة مرت فأروت وأسعدت أرواحنا وأنفسنا لم تكن هناك ولله الحمد أي أضرار منها فقد كانت صيبا وطيبا لله الحمد والفضل والمنى لله الحمد والتمنياتنا بأن تستمر الأمطار على هذا الحال خاصة في المناطق الساحلية أم نورسيان فتقول بالنسبة لنا بالحديدة هي أيضا من الحديدة فتقول ما في شمطار وخصوصا بمدينتنا وعارفين النحس من وين إجا لا أدري أم نورسيان من أي منطقة في الحديدة لأنه التعليق قبل قليل كان من الحديدة تواصل أم نورسيان وتقول بذمتكم رمضان ممنوع فيها التراويح والقيام والدين تراجع للجاهلية فكيف قطرة واحدة بتنزل علينا وستغفر الله ما زاد عندنا إلا الحمى وكأننا بجهنم من بدري بس ما نقول إلا حسب الله ونعم الوكيل مشاركة أخرى أيضا من العليان يقول الأمطار غزيرة ونحمد الله على ذلك استجابت يقصد بالحكومة والتحالف يقول يا أخي لو التحالف والحكومة يستجيب للمواطن يحسس الناس بأن هناك شرعية لكن الناس عارفين أنهم لا يريدوا لليمن أي خير مشاركة أيضا وردتنا وهي مشاركة صوتية دعونا نسمع إلى ما قال صاحبها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الحمد لله على نعمة الأمطار التي نعمها الله علينا ولا نقنط من رحمة الله الأمطار هنا في مدينة تعز تسببت من قطاع الخط المؤدي إلى مدينة عدن مما تسبب إلى حصار المدينة تعز من الجهة الجنوبية الشرقية لا نقنط من رحمة الله الحكومة الشرعية والتحالف لم يكن لهم أثار أو بصمة في هذه الأمور أو القضايا كانت قهود ذاتية من قبل المواطنين في تعبيد الطرقات تسببت أيضا الأمطار في خراب بعض الأراضي الزراعية في بلاد الصلو وريف تعز بشكل عام وبالأخير نقول لكم نقول الحمد لله على كل حال والتحيات لكم جميعا إذن هذه الحال في تعز هناك العديد من الأضرار وهناك الناس ينتظرون المساعدة العاجلة من الحكومة ومن التحالف لتساعدهم على تجاوز هذه الأزمة التي تمر عليهم الآن لدينا اتصال عبر الهاتف ونستمع إلى رأي صديقنا علي الجبار ليتحدث عن موضوع اليوم مرحبا علي علي هل تسمعني لا أدري من المشكلة ربما لا يسمعني علي هل ما زال معنا إذن لدينا اتصال آخر أيضا من عمار ياسر أهلا وسهلا عمار عمار هل تسمعني عمار لا أسمعك حتى الآن لا أدري إذا كان التلفزيون شغالة عندك ولذلك أهلا عمار ضيفا عزيزا علينا في البرنامج كيف الحال أيوة الحمد لله عمار من أي محافظة تتحدث معنا أنا من محافظة موريس من موريس من الضالة طيب لو سألتك في البداية كيف هي الأجوال لديكم الآن في الضالة هل هطلت أمطار لسبوع الماضي أم لا عمار إن كنت تسمعني لا طيب عمار لو تنزل صوت التلفزيون لكي تسمعني بشكل واضح كنت سألتك كيف كانت الأجواء عندكم في الأسبوع الماضي هل هطلت أمطار غزيرة أم لا أو ربما هطلت أمطار خفيفة على الأقل عمار إن كنت تسمعني أرجو أن تقفل التلفزيون أو حتى توطي صوت قليلا يعني أنطار حفيفة حفيفة خفيفة هل استبشرتم بقدوم هذه الأمطار على قراءكم وعلى مدنكم وانتظرتموها طويلا أي وانتظرنا طويلا الشقة عندنا تمام يعني طيب وكيف هي الأجواء الآن هل ما زالت الأمطار مستمرة هل ما زالت هذه الأمطار تروي أرضكم نعم يعني شم شم طيب إن كنت قد سمعت أيضا عن المحافظات التي هطل فيها الأمطار بغزارة وتسببت أيضا في فيضانات إلى حد ما في عدن وفي حضر موت إن كنت سمعت بذلك هل شهت أو سمعت عن أي دور للحكومة في الاستجابة لما حدث في عدن وفي حضر موت نعم يعني إهماء من استحالف العربي ومن الحكومة السرعية إذن شكرا جزيلا لك عمار على مشاركتك معنا ونتمنى من الله أن تستمر الأمطار دائما ودوما وأن تكون صيبا نافعا على الضالع وقعطبة ومريز وعذن وتعز وغيرها وأن يجنبنا الله كوارث الأمطار الغزيرة نرى الآن فاصل قصير وبعدها نعود ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر إذن مشاهدين بعد السراض المنشورات والمشاركات التي وردتنا عبر الواتساب الآن نذهب إلى الفيسبوك ونشاهد أبرز المنشورات التي شارك أصحابها للحديث عن الأضرار التي خلفتها هذه الأمطار وعن استجابة الحكومة والتحالف لمواجهة ما ترتب عن ذلك الآن من إبراهيم أبو حاتم وهي أول مشاركة على الفيسبوك معنا يقول هل هناك حكومة تحترم نفسها تقبل أن تسمر بهذا الحجز لو كان لي قول لخصمت مرتبات الوزراء لمدة سنة لإصلاح هذا العور المخجل يتحدث طبعا عن سيول عدن وشوارع تعز وطريق العبر أما ضياء الخميس فكانت له تجربته الخاصة نشاهد ما الذي قال يقول الحمد لله الذي وفقني لإنقاذ عالق في سيول يوم أمس وأصعب ما واجهته هو برودة الماء التي ذاب فيها البرد والحمد لله على سلامة بقية الأشخاص إذن هذه أحد التجارب التي عاشها أحد المواطنين جراء تدفق السيول أما فؤاد أبو بكر حميد فيقول سيول في عدن نأمل أن تعمل السلطة المحلية في عدن على شفط مياه الأمطار بأقرب فرصة تفاديا لإنهيار المنازل القديمة ومنع انتشار أمراض التيفويد والملارية وحم الضنك وغيرها من الأوبئة الفتاكة نتمنى ذلك سريعا إذن هذا مناء وهذه مناشدة من الأخواد وهي مناشدة للاستجابة السريعة لكن البعض يقول نريد استجابة طويلة الأمد وحلول جذرية تتطرق وتعتمد أسلوب أن يتم اعتماد بنا تحتية حقيقية تستطيع صرف مياه الأمطار وتجنب سكان كوارث كهذه في المستقبل أما أحمد محضار الوضح فيقول هطلت الأمطار بالأمس يتحدث عن عدن والكل فرح وكبر ولكن سرعان ما تغيرت الأمور حلت الكارثة بتصاعد مياه الأمطار وأعاقت الحركة وتحولت إلى سيول غابت حكومة الفساد المنشغلة بصرف المليارات بتوظيف النشاطات وشراء الذمام الرخيصة إذن حتى الآن يبدو أن جميع أو غالبية المشاركات التي وردتنا تنتقد الحكومة في تعاملها مع هذه الأزمة مشاركة أخرى أيضا من محمد بدحيل يقول كانت بمنهجية عام 1956 يتحدث كانت سيول في تواهي وقام السعمار بالهوليكوبتر ينقذ البشر وبعد أكثر من نصف قرن تغرق كل وغدا فلا يتحرك قائد ولا وغد يتهم لا أدري ما الذي يقول يريد أن يوصل أعتقد لكن في البداية يبدو أنها فهمت فيما يتعلق بمقارنة بالماضي والآن علي جعبور يقول أكثر من 300 أسرة نازحة من الحديدة في مخيم الرباط بلحج أصبحت بلا مأوى بعد أن طار الأمس دخلت السيول إلى كل خيمة وأغرقت ما لدى هؤلاء المساكين من طعام وفرش المفوضية عملت لهم طرابيل على شكل خيم لا تقيهم حرارة الشمس في النهار ولا تدفع عنهم المطر الجميع هنا في حالة يرثى لها يشكون مأساتهم لكن لا أحد يسمع أو يلتفت لهم شكرا لك علي على نقل الصورة من هناك لعل البعض لا يعرف المأساة الذي يعيشها النازحون من الحديدة في لحج حاليا جراء تدفق الأمطار ونتمنى أن تكون هناك استجابة سريعة للمعنيين لمساعدة هؤلاء الآن لدينا تصال لآخر من ضيف عزيز أيضا علينا مختار بامرحوم أهل المختار السلام عليكم كيف الحال يا مختار وكيف هي الأمطار لديكم مسحك الله بالخير الله يمسيك بالعافية والنور من أي محافظة تتحدث معنا نشك من محافظة شبوة من محافظة شبوة إذن هل الحال في شبوة مثل ما هو في عدن وفي حضر موت أم لا في البداية نشكر القناة على تقديمها برامج في نقل معاناة المواطنين حيث أن الله سبحانه وتعالى على معظم محافظات البلاد بالأمطار نسأل الله أن يجعلها أمطار الخير والبركة بإذن الله على البلاد والعباد وعندما نتحدث عن الأزمات أو الكثاء أو الكوارث الطبيعية في بلادنا نحن نتغيب الدولة ويحضر المواطن وللأسف الشديد الأمطار كشفت عورة البنية التحتية المتهالكة لبعض المحافظات ولو قدر الله استمرت الأمطار لساعات طويلة أو أيام سوف نشاهد هول الكارثة ونسأل الله أن يلطف بالعباد والبلاد في عدن كما بدأت في عدن عمليات الإنقاذ وشفط مياس الأمطار بإمكانيات محدودة ونشكر على أضمنها فريق الهلال الحمر الأماراتي ودور البرنامج السعودي في عمليات الإنقاذ والمساعدة كما نحس الحكومة على إيجاد حلول جدرية وشريعة لمعالجة بعض القنوات تصريف مياس الأمطار إذن أشكر لمن قدم المساعدة نعم أشكر لمن قدم المساعدة للأهالي خاصة في هذه الظروف التي يحتاجون فيه لأقل قدر حتى من المساعدة جراء هذه الكارثة التي حلت عليهم كما قلت أيضا قنوات تصريف المياه مهمة جدا لمدينة عدن التي تحوي عدد كبير من السكان وبحاجة فعلا إلى تحصين هذه المنظومة نتحدث عن شبوة هل هناك أمطار خفيفة على الأقل هناك؟ شبوة من الله عليها بالأمطار الخير حيث بالأمس اجتاحت موجة غبار قوية وشديدة من المديريات الشرقية لمحافظة شبوة أعقبها بعض الأمطار اجتاحت موجة الغبار اجتاحت مديرية ميفعة وردوم الساحلية مما تسبب هناك في تعطيل منظومة الطاقة الشمسية في منطقة بعرام في مديرية ميفعة لبعض أبار المياه فيما تعرضت الخطوط السيارات الكهربائية لفقوط عدة عمدة في مديرية ردوم وتعيش المديرية في ظلام دامس وتغيب الدولة هناك وكان الله في عون المواطن إذن أشكرك جسيل أشكر أعمار بامرحول على مشاركتك لطيفة معنا في البرنامج وننتظر أيضا مشاركتك القادمة في مواضعنا المختلفة التي ستطرح قريبا الآن لدينا مشاركة أخرى عبر اتصال النهاتفين من نبيل الفقيه أهلا وسهلا بك معنا نبيل سلام الله عليك أخي هشام وعلى الجمهور الكريم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وإن شاء الله ونستطيع أن نقول عيد مبارك مؤخرا أخي نبيل كيف شاهدت الوضع مؤخرا بعده طول الأمطار في عدد من المحافظات أخي الكل يعلم والكل يعرف أن الموجة يعني سبقها انذر من مراكز إرصاد كانت عالميا أنها ستأتي إلى السواحل عدن وغيرها وكان الانذر من وقت مبكر وما رأيناه مثلا في عدن وغيره من أمطار غزيرة وكوارث إنسانية حيث حسب التقارير الصادرة من هنا كانت محافظة لاحي كانت الأكثر تضررا بحوالي 1385 أترة تليها محافظة عدن كانت بنحو 1331 أترة تضررت بعض أيضا من محافظة تعز وجاءت محافظة حضرموت في المركز الرابع بنحو 35 أسرة بهذه الأرقام بمعنى أن هناك كارثة إنسانية لا بد التحرك إليها بالطبع في الشمس ستنقطع الكهرباء ستتلوث البيئة سيكون هناك أضرار على الناس سواء في انتشار أمراض الكوليرا بسبب تكدس القمامة وانتشار المياه الراكدة في حالة عدم تدخل العاجل طيب في مواجهة هذه التداعيات التي ذكرتها النبيل كيف تنظر لجهود الحكومة والتحالف في مواجهة هذه الكوارث؟ أكل كريم صار عند المواطن اليمني أنه يتحمل أعبائه على نفسه هذا من قلال الحكومات السابقة وهذه الحكومة وغيره المواطن اليمني تأبد على أنه لا يطالب بحقه من الحكومة وغيره أن يتنقضه وأن تأتي بالفرق العاجلة وأن يتحرك المسؤولين كانت تأتي بالفرق الحضرموت الحكومة لا تأتي إلا عندما تأتي المنظمات وتأتي لتأخذ لغاثاتها وتوزيعها لكن أن تأتي ومراكز إرصاد رصدت وتتنشر في الإعلام وكذلك تأوي النازحين أو غيره قبل أن تأتي الحكومة أكل كريم لم تتحرك الحكومة أسمعنا عن نائب رئيس الوزراء ومحافظ الله بمخافظ تفقد وغيره لكن لم يكن قبل الإرصاد أن تتسجل الحالات أقصد أن تنظر المواطنين وغيره لم يتحركوا في مخيمة عاجلة لا نطالب التحالف بشيء إلا من باب الإنسانية إذا كانوا يعني أهم يعرفون أن اليمن حارب ونحن كده ونحن ندافع عن المنطقة بأكملها ليس عن اليمن يتحركوا في مراكز الإغاثات عاجل غيره أنا أشكرك على مشاركتك نبيل لقد أسعدتنا وأفدتنا من خلال مشاركة معنا عبر هذا الاتصال الهاتفي ونقلت فيها مجموعة من الحقائق حول الوضع الذي يعيشه الناس جراء تدفق مياه الأمطار وغمرها لبعض المحافظات اليمنية شكرا جزيلا لك نبيل مشاهدين الكرام الآن نذهب إلى فاصل قصير وبعدها نعود بقوانة ترجمة نانسي قنقر إذا مشاهدين وكما ذكر ضيفنا عبر الاتصال الأخير نبيل الفقيه عن الأحصائيات والمعلومات حول الأضرار التي لاحقت بعدد من المحافظات جراء تدفق هذه الأمطار دعونا أيضا نستعرض هذا الإنفوغراف الذي أعده الزملاء في طاقم البرنامج ويستعرض فيه عدد من الحقائق حول ما جرى مؤخرا موسيقى 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 إذا مشاهدين كما رأيتم وشاهدتم هذه هي الصورة العامة لما لحق بعدد من المحافظات والتي تتطلب سجابة سريعية وحقيقية على الأرض لتلافي وتجنب مآسقة تحدث مستقبلا إذا مشاهدين الكرام نواصل هذه الحلقة ونستعرض بعض التغريدات التي اقتبسناها من موقع تويتر يقول محمد العلي غدا وفيات وغرق منازل ومحال تجارية جراء سيولي الأمطار الغزيرة المستمرة منذ مساء يوم أمسل السبت يتحدث عن يوم السبت الماضي اللهم احفظ أهلنا في عدن أنت أعلم بحالنا أما أبو هاشم عبد الحفيظ فيقول يحدث في عدن سيولي الأمطار اختلطت مع القمامة المتراكمة مع المجاري مع حقارة الإمارة وزهم الجنجويدي وضع مأسوي بكل ما تعنيه الكلمة مشاركة أخرى أيضا من غسان الصوفي فيقول في عدن أغلب الطرقات لا تبعد من البحر إلا حوالي خمسة أمطار يعني عمل تصريف للمياه أمر في غاية السهولة لكن إذا كان القائمين على المحافظة لا يملكون روح المسؤولية ولا يهمهم إلا ماذا ينهبون مع الأسف حامد الحميد حتقد اسمه هكذا فيقول في ستينات القرن الماضي تعرضت مدينة عدن لأمطار غزيرة نتج عنها سيون وفيضانات ولكن السلطات للسامار البريطاني البغيض لم تنتظر لثاني يوم لإغاثة المنكوبين بل باشرت على الفور بالقيام بمهامها في الإنقاذ وفي الإغاثة حيث قامت مروحية سلاح الجو البريطاني البغيض بإجلاء المتضررين وهذه ربما نفس المشاركة التي وردتنا قبل دقائق أما عبدالله شرع بفيقول سقوط الحاويات في ميناء عدن بسبب شدة الرياح والأمطار وقد شهدت عدن سبت هطول أمطار غزيرة أدت إلى غرق عدد من المنازل وأدخلت المدينة في ظلام دامس لؤى علي علي فتقول ساعتان كانت مدة كافية لتظهر عجزة وغياب سلطة المحلية في عدن وفاة مواطنين غرق وغرق منازل تكدس لمياه الأتربة المئات من الأسر عالقة في المنازل لساعات بناء عشوائي فوق مجاري صرف الصحي هكذا كانت عدن فجر اليوم لم تنتهي عدن من كارثة الأمطار السابقة لتفيق على كارثة أكبر وأفضع وهل الآن السيف يقول وهل عاد في أي مكان في الجمهورية اليمنية ما تسمى سلطة المحلية قد هى أما سلطة السيد أو سلطة عبدالربو أو سلطة شلال وكم من سلطات أخرى مشابهها وهي طريقة الأنس إذن في تعبير عن غضبه وحنقه جراء ما يجري عادل أبو عمر فيقول إخواني في اليمن ندعوكم اليوم إلى هبة شعبية لمساعدة إخوانكم في الجنوب وخصوصا في عدن لتجاوز كارثة السيول والله من وراء القصد إذن هي هبة للجميع لمساعدة المنكوبين جراء تدفق هذه السيول إذن أيها الحكومة هكذا كانت مجمل الأراء التي جاءت من أغلب الناس الذين يعيشون في هذه المحافظات ويعانون من القصور الذي يعتريكم أو يعتري حكومتكم أتمنى أن تكون هناك استجابة سريعة وعاجلة وإيجاد لحلول جذرية وشاملة لمثل هذه القضايا والأزمات حتى ولو كانت يجب أن تقوم الحكومة بنقطة ضوء وحيدة في هذا الظلام الدامس التي يعتري الحكومة لفترات طويلة مشاهدين وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم نلتقيكم في حلقات قادمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة